الساعة دلوقتي بقى الثمانية ودلوقتي موعد موجز الأنباء بصحبة زملتنا لم يأحب دين شكرا لك مصطفى أثمنا سباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رئاسيا بالعفو عن كافة الغارمين والغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم جاء ذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية التي حضرها الرئيس السيسي والسيدة قرينته حيث أكد الرئيس السيسي حرصه على خروج قانون الأحوال الشخصية بشكل متوازن لافتا لإطلاق حوار مجتمعي بهذا الشأن هذا وقد قلف الرئيس السيسي الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة والمتنهية الصغر الخاصة بالمرأة كما أصدر قرارا بتمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها تعقيبا على التصريحات التي أدلى بها وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني بإرثه وتقافته وتاريخ وهويته شددت وزارة الخارجية على رفض مصر الكامل لتلك التصريحات غير المسؤولة والتحريضية وما تحمله من إماءات عنصرية تنكر حقائق التاريخ والجغرافية وتؤجب مشاعر الغضب والاحتقان عند جموع الشعب الفلسطيني بل وشعوب العالم الحر وأصحابه الضمائر الحية حول العالم واعتبرت الخارجية أن مثل تلك التصريحات تقود مساعي تحقيق التهديئات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تستأنف المحادثات اليوم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظره الصيني شيجين بينغ الذي يزور العاصمة موسكو في زيارة لروسيا تستمر ثلاثة أيام وفي وقت سابق قال بوتين خلال اجتماعهم الأول أنه نظر في مقترحات الصين بشأن كيفية حل الصراع في أوكرانيا مضيفا أنه ستتاح لهم الفرصة لمناقشة أفكار بكين من جانبه أشاد الرئيس الصيني بالعلاقات الوثيقة بين بكين وموسكو في إطار تعاون استراتيجي شامل قالت وزارة الدفاع الأوكرانية أن انفجارا وقع في منطقة جانكيوي في شمال شبه جزيرة القرم أدى إلى تدمير صواريخ كروز روسية يعتزم الأصول الروسي في البحر الأسود استخدامها وقالت إدارة المخابرات الحربية الأوكرانية أن الصواريخ الروسية يبلغ مدها التشغلي أكثر من 2500 كيلو متر على الأرض و375 كيلو متر في البحر رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية بفارق تسعة أصوات أول مقترحين بحكب الثقة عن الحكومة على خلفية تمريرها مشروع إصلاح نظام التقاعد يأتي ذلك بعد أن تجاوزت الحكومة المجلس للدفع بخطة إصلاح نظام التقاعد التي لا تحظى بالتأييد لكنها لا تزال تواجه تحديات مع استمرار الإدرابات والاحتجاجات على الخطط التي تهدف لرفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاما قال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع على مشروع قانون يلزم برفع سرية عن المعلومات المتعلقة بمنشأ فيروس كورونا وقال بايدن أنه يشارك الكونغرس هدفه المتمثل في الإخصاح عن أكبر قدر ممكن من المعلومات عن منشأ كورونا لكنه أضاف أن إدارته ستضع الأمن الوطني في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن ما سينشر من معلومات تستطلع دار الإفتاء اليوم من رؤية هلال شهر رمضان الكريم لعام 1444 هجريا ومن المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر رمضان من خلال سبع لجان شرعية وعلمية ويكون الرصد بعد غروب الشمس مباشرة عن طريق التليسكوبات والعين المجردة